اشتركوا في القناة النساء قلوبهن رقيقة قد تتأثر ترى فيه قد يكون فيه جمال مسحة جمال ويتزين للناس ويضع صورته ويبتسم وكذا فكما أن الرجل عندما يرى المرأة الجميلة تشده كذلك المرأة إذا رأت رجل الجميل يشدها يذكرون أن حبيبته يقول أنها كانت زوجة لثابة ابن قيس ابن شماص فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أني أكره الكفر في الإسلام الكفر النعمة وأني لا أستطيع أن يعيش مع ثابت والله لا أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أريد الفراق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهركي؟ قالت حديقة قالت ردين عليه حديقته؟ قالت نعم فنادى ثابت ابن قيس قال فارقة خاص ما تبك في بعض طرق هذا الحديث أن السبب الذي من أجله طلبت الفراق تقول رفعت الخباء تقول رفعت الخباء فإذا ثابت يمشي معهم جماعة فإذا هو أقصرهم وأبشعهم يعني خلقه يعني كلهم أحلى منه كلهم أطول منه تقول فالسقض من نفسه خلص في ذلك لا يتساكم مثل هذه الأمور أنه يضع صورته جميله مبتسمه كذا فقد يفتن بعض ضعيفات القلوب خاصة إذا كانت عندها مشاكل مع زوجها أو ما شابتها من الأمور فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى في هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر